هنا عرضة الحقيقة في اهم خبر في مصر لم يكن خبر سياسي ولا خبر اقتصادي لكنه في الحقيقة كان خبر اعلامي لانه رجل الاعمال احمد ابو هشيمة استحوذ على كامل اسهم الشركة المالكة لقناة اون تي في يعني بالبلد كده اشترى قناة اون تي في من المهندس نجيب سويرس ده حدث الحقيقة كبير ومهم جدا لأكتر من سبب مش بس عشان احمد صديق عزيز وهو الشريك الاستراتيجي الاول في اليوم السابع لكن في الحقيقة انه بيقدم تجربة مهمة جدا ابو هشيمة في مجال الاستثمار في الاعلام هو رجل الحقيقة بيعمل بشكل مؤسسي جدا ويستهدف من عمله الاعلامي صناعة حقيقية يعني ما عندهش اغراض سياسية ولا اي حاجة احنا شفناه في اليوم السابع ما فيش عنده اي غرض سياسي الرجل معنا بقاله يعني سنوات طويلة الحقيقة يعني شهدت اليوم السابع في وجوده مع علاء الكحكي طفرة كبيرة جدا اقتصاديا والحمد لله استقرار هايل بمساعدته ومساعدة طبعا فريق العمل اللي موجود لكن في نفس الوقت تحوله الى التلفزيون تحول مهم ومتذاكر يعني متذاكر من فترة انا اصلي شايف كتير جدا من زملائي بيقولوا تحليلات نارية جدا لكنها مش كلها دقيقة في بعض الناس قالوا انه هو اشترك امان صوت الامة كلام ده مش دقيق لكن هو مشروع شركة اعلام المصريين هو مشروع يستهدف شراء قناة اون تيفي وعدد من محطات الراديو المرتقبة زائد مجموعة من القنوات الديجيتل على الانترنت نأمل ان شاء الله تكون خطوة مهمة وناجحة لأحمد ابوهشيمة وللإعلام في مصر الإعلام في مصر الحقيقة هو السؤال الاول بعد 30 يونيو يعني هل الإعلام ده هو الإعلام اللي محتاجه البلد؟ هل اللي بيحصل في الإعلام هو كل اللي محتاجه مصر؟ هل فعلا الإعلاميين والصحفيين على قلب رجل واحد ماشيين في الطريق السليم الوطني اللي مصر محتاجه؟ السؤال ده طبعا انت لو سألته دلوقتي في الشارع هتلاقي زواية متعددة جدا للنظر الإعلاميين بيشوفوا في نفسهم انه هم بيقوموا بالواجب لكن في قطاعات كبيرة جدا الحقيقة بتشوف انه الإعلام في مصر إعلام ماشي على قديمه مش عايزة أقول حاجة تانية ماشي على قديمه اللي هو فكرة فين الصيد الثمين في الإثارة؟ فين الصيد الثمين في الساسبنس والتشويق والاشتباك؟ بعض الناس بتعمل ده عن وعي وبتعمله لمصلحة الناس بعض الناس بتعمل ده الحقيقة عن غير وعي وعلى غير مصلحة الناس ده لما بيحصل الحقيقة بيؤدي إلى إضعاف شبكة الإعلام في مصر بشكل عام وإحنا محتاجينها تقوى هل الإعلام دلوقتي أمام سؤال حوالين شعبيته في الشارع؟ يعني هل الإعلام في الشارع لسه ليه شعبية حقيقية؟ هل الصحافة لسه ليه شعبية؟ خاصة بعد الخلافات الكبيرة اللي موجودة في الصحة الصحفية دلوقتي وقزمة نقابة الصحفيين؟ هل برامج التوكشو لسه بتتشاف؟ هل برامج التوكشو دي لازم تتغير؟ هل في قنوات جديدة هتطلع؟ أو رجال أعمال جدد هيدخلوا الساحة الإعلامية وهتتغير الشبكة وهتتغير خريطة الإعلام في مصر؟ كل دي أسئلة الحقيقة مشروعة بس التحليل فيها تحليل غير قائم على أسس يعني ما عنديش في وجهة نظري لإني أنا قريب من اللي حصل في أون تي في قريب من اللي حصل في بعض المحطات الأخرى أغلب التحليلات اللي بسمعها رغم أن يقريب من دوائر حركة التغيير اللي حصلة دي في الإعلام أغلبها الحقيقة مبالغ فيه جدا جدا أنا رأيي أن التحدي في الإعلام المصري مش مين اشترى إيه لكن مين هيقدم إيه لأنه الحقيقة إحنا بعد 30 يونيو فيه ربما في بعض الناس أصيبت بالغرور بعض الناس اعتقدت أنها هي الزعامات التي غيرت خريطة الوطن وهي التي دفعت الجماهير في الشوارع أنت عندك توفيع كاشر كان بيقول كده عن نفسه وبعض الإعلاميين التانيين كانوا بيقولوها باستحياء لكن في الحقيقة أنه هذه الحراكة اللي موجود في الإعلام المصري دلوقتي هدفه حاجة واحدة في تقدير النواية على الأقل واحد صاحبي زي أحمد أبوهشيم أنا عارف هدفه حاجة واحدة هو تقديم إعلام مصري جات تنموي يسترد فعلا قيمة الإعلام المصري اللي تأسس من الستينات القرن الماضي لحد دلوقتي عايزين نقدم واجبات إعلامية حقيقية والحقيقة أنا أشهد على قناة النهار أنه ملكها أيضا على الكحكي يحاول ويسعد دائما بطول الوقت يمكن أنا قلت ده عدة مرات في الخناءات اللي النهار دخلتها أو اللي فرضت عليها أن النهار عايزة تقدم إعلام تنموي يعني إيه تنموي؟ مش أنه هو مش الإعلام التنموي ده اللي بيسبح بحمد المسؤولين لأ أو ليقولك خريطة الإنجازات بس لكن الإعلام التنموي يعني إيه؟ يعني الإعلام اللي حتى لما يشتبك وينتقد بيكون هدفه النهائي هو تحقيق مصلحة الناس مش أنه بيشتبك لتحقيق مصلحة النجم اللي بيقدم البرنامج فرق جبير جداً أنك أنت تطلع للإعلام بتطلع في التلفزيون ما أنت كده كده بتطلع في التلفزيون الناس بتشوفك وبتعرفك أنت عايز المزيد من النجمية لذاتك أو لشخصك أو أن أنت تتحول من مزيع وإعلامي تقول الرأي والرأي الآخر تقدم النصح والمشورة تعتذر عندما تخطئ ولا أنت الزعيم الملهم الذي لا يأتيه الباطل من بين هدايا ولا من خلفه ولله المثل الأعلى طبعاً يعني من وحي ذلك أنت مين؟ أنت عايز تقدم إيه؟ أنا بقولك وبطمن كتير جداً من الناس اللي بيسمعوا دلوقتي أو بيشوفوا تحليلات أو بيسمعوا بيرقبوا السوشيال ميديا كل التغييرات اللي بتحصل في الإعلام بتحصل من داخل الإعلام يعني الإعلام في ذاته يجدد ذاته هذا أولاً اتنين استراتيجيات الإعلام في مصر وسياسة تحرير الإعلاميين في مصر بتتبدل نحو إعلام تنموي الإعلام تنموي اللي هو إيه بقى إيه؟ اللي هو الرأي والرأي الآخر والنقد لمصلحة الناس مش النقد لمصلحة هدم أسس الدولة أو الاشتباك المبالغ فيه مع أجهزة الدولة أو حتى التحريض عليها كما نرى في بعض الأحيان احنا ماشيين في طريق زي ما الناس عايزة مصر مستقرة اقتصاد مستقرة سياسة مستقرة تريد أيضاً إعلام مستقر من ناحية الاقتصادية ومستقر من ناحية المحتوى اللي بيقدمه يكون محتوى ينفع الناس وينكث في الأرض وهذا ما نبتغيه نبارك لأحمد أبو هشيمة قناة ON TV باسم قناة النهار باسم علاء الكحكي ومجموعة المساهمين في قناة النهار نبارك له على هذه الخطوة الكبيرة وإن شاء الله تكون فاتحة خير على الإعلام المصري كله قناة ON TV قناة رقية محترمة يعني جديرة بالثقة فيها احتمالات نمو كبيرة بإذن الله وإن شاء الله ربنا يوفقوا فيها ويوفق أيضاً مهندس نجيب سويرس فيما يتجه إليه بعض الناس بتقول إن نجيب بيخرج من الإعلام وزهق ومل إلى آخره برضو أنا شايف إن دي تحليلات مبالغ فيها لا يعلم أحد ما هي الخطوة التالية لنجيب سويرس ما حدش عارف فيعني مش هايزين الناس تستبق التحليلات لإنه السوق الإعلامي كله مفاجآت ويمكن تسمعوا كمان خلال الإسبوعين الجيين دول قبل الرمضان إن شاء الله عن مفاجآت أخرى مدوية ترجمة نانسي قنقر